عمان بينضملنا الآن الزميل العزيز محمد الباز ونتكلم بقى على أرقام مباراة اليوم أكيد فيه اختلافات بين الشوط الأول والشوط التاني مساء الخير أكيد كابتن مساء الخير كابتن آيه مساء خير عكبات بكل تأكيد طبعا فيه اختلاف كبير جدا بين الأرقام في الشوط الأول والشوط التاني بس خلينا نربط الأرقام كلها ببعضها كابتن آيمن كنا بنقول قبل المباراة أن فريق مديامة فريق مش عايزين نقول له خصم ضعيف ولكنه عنده مشاكل كبيرة جدا من ناحية الدفاعية أو حتى من ناحية الهجومية ما عندهش البالانس ما بين ناحية الدفاعية والناحية الهجومية كنا بنقول هو بيمتاز بالضربات السابتة أو الضربات العرضية أو العرضيات من الأوبين بلاي بالتالي كنا بنحذر دايما عايزين نتجنب ده في الشوط الأول بالأرقام بقى كابتن آيمن في الشوط الأول بس هم كسبوا تقريبا 11 فاول ضد نادي الأهلي من على الأطراف طبعا وده كانت بتشكل خطورة كبيرة جدا عليه فده أول رقم كنا المفروض نتجنبه ولكن العرضيات برضو عندهم كمية عرضيات 12 عرضية في الشوط الأول منهم اتنين بشكل صحيح الدقة ما كانتش أحسن حاجة حتى نادي الأهلي حنا عملنا ثلاث كرصات بس في الشوط الأول منهم واحدة بس بشكل صحيح أو ضكي عايز نخش في أرقام المباراة كلها بشكل عام ونتكلم إن احنا الشوط الأول ما كناش يعني على المستوى العالي اللي هو نقدر نترجم الأرقام اللي احنا شفناها عن فريق ميدياما ليه فرص إيجابية لنا ولكن الشوط التاني بدأنا إن احنا نلعب بالضغط العالي السليم اللي هو الأجريسيف على الفريق دوت لأن الأرقام كانت بتقول لنا البولوست أو خسارة الكرة عند ميدياما أكتر حاجة تحت الضغط وخاصة في نص ملعبهم أو في التلت الهجومي حتى لأن هم بندفعوا أو بيلعبوا الشكل الهجومي بشكل فيه اندفاع بشكل فيه عشوائية بالتالي أي ضغط عليهم في أي مكان حتى في الملعب تقدر أنت تاخدوا الكرة وتشكل خطورة عليهم ده اللي بدأنا نعمله ونترجمه مع بداية الشوط التاني بالأخص خلينا نسعر إحصائية وأرقام الشوط المباراة عموما الإجمالي المباراة ونقف عند الأرقام المهمة اللي احنا قدرنا نكسبها النهاردة الحمد لله طبعا فوز بهدف نظيف حصلنا على سلاس نقاط الإنذارات ثلاث إنذارات ضد الأهل وإنذار ضد ميدياما ده الأخطاء اللي كنا نتكلم عليها يا كابتن أيمن الأخطاء طبعا الفاولات الكثيرة عشرين فاول ضد النادي الأهلية وستاشر ضد ميدياما وكنا دايما بنحذر الأخطاء ديات نبعد عن منطقة الجزاء ويعني للأسف كان فيه أخطاء وفاولات بشكل كبير جدا الركنيات ثلاثة للأهلية سبعة ركنيات لميدياما التسلل ويعنا ثلاث مرات صوت برضو ثلاثة تسلل لصالح برضو ميدياما أو ضد ميدياما نكمل برضو الأرقام ونقف على نشوف الأهداف المتوقع الإكسي جي يعني ميدياما فعلا كان فيه فرص في الشوت الأول كان فيه تهديدات مصطفى شبير يعني شل تقريبا أربع فرص محققة أو أربع تسديدات كانت من داخل البوكس بالتالي وصل إكسي جي عندهم يعني تقريبا لتلاث أهداف كان ممكن يحرزوهم خاصة في الشوت الأول دي أهداف متوقعة مش محققة لا مش من الفرص المحققة هو كان فيه تهديدات على المرمى من تسديدات وشفناها بشكل كبير جدا وشالها مصطفى الفرص زي ما بنقول برضو دي الفرص من الفرص المتوقعة بفرص بشكل عام اللي هي تم صناعتها فيه من خلال مبرأة لاستحواز المباراة إجمال مباراة 50-50 ولكن الشوت الأول هما كان 51 يعني النسبة كانت متقربة 49 للنادي الأهلي أما الشوت الثاني كان 51% للنادي الأهلي مقابل 49 لميدياما يعني تريبا أننا خدنا الاستحواز بشكل أفضل شوية نسبيا ومع التمريرات يعني إحنا عندنا 405 تمريرة 321 بنسبة بشكل صحيح أو دقة صحيحة تصل لـ 79% وده تريبا أقل دقة من التمريرات في مباراة الأهلي في آخر 15 مباراة يعني دائما كنا نصل لـ 87-88% من دقة تمريراتنا بالتالي كنا دائما نكسب الاستحواز بالنسبة للشوت باسس برضو ده أقل رقم 295 شوت باس عملناها أو تمريرات كثيرة بالنسبة للنادي الأهلي مقارنة بالمباراة السابقة ولكن الدقة كانت 87% وكنا نصل لـ 90% بس من الملعب 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 بليه دور أحيانا طبعا أكيد طبعا فيه ظروف خارجية وعامل خارجية أو الأرضية الملعب ياسر إبراهيم هو اللي واخد إنذار الثالث نعم إيه ده ياسر إبراهيم إنذار؟ إنذار الثالث تقريبا أنه فيه إنذار خارج تقريب ندفت ومحمد هاني ما جابوهش ما عادوهش إلا عشان انتوا حطين ثلاث إنذارات أنا كنت عايزة عرف مينة الثالث آه دي تقريبا هو خاد إنذار يعني وبعد ما خرج مرة رجع تاني تقريبا آه يعني عشان هو رمى نفسه جوه المالة بحاجة كده فخاد إنذار فهو إحصائية ثلاث وثلاث نظرات ضد لها نكمل الأرقام يعني ماشي العرضيات هنا كنا بنتكلم إن مدياما عملت عرضيات بشكل كبير جدا في شوط الأول وبالتالي كملت برضو على إن ده طريقة لعبهم ستايل لعبهم في التاكينج والهجوم عملت 19 كروس خمسة منهم صحيحة بنسبة 26% أما الناد الأهلي عشرة وده من أضعف الأرقام أيضا في العرضيات عند الناد الأهلي حتى في الركنيات زي ما شفنا منهم أربعة صحيحة بدقة 40% الدريبلينج كان عندنا طبعا من نتفوق عليهم 50% يعني 12 منهم ستة صحيحة هم بس تمانية وثلاثة صحيحة كسب الكرة عندنا 95 مرة هم 99 مرة إحنا شفنا فعلا هم كانوا في الشوط الأول بيعملوا بشكل سريع وبدوا إن هم يسترجعوا الكرة واستعادت الكرة بشكل سليم وصحيح كتير جدا في الشوط الأول بالأخص لمدياما خسارة الكرة 45 مرة وده إحنا كنا نتكلم على كابتن أيمان مع بداية الشوط التاني بدأ فيه ضغط من الأهلي بشكل سليم جدا وغلطناهم وفعلا الفريق ده ضعيف جدا في حالة إن هو يطلع بالكرة تضغط عليه هتخسره الكرة بشكل بير جدا نخسرها 45 مرة مقابل 27 مرة للنادي الأهلي تصديات حراس المرمى النهاردة مصطفى شوبير وبالمناسبة هنستعرض أركام مصطفى شوبير هم من أعلى تقييم يعني وصل لـ 8.2 إنه خمس تصديات مقابل تصدي وحيد لحارس فريق ميديانا ده كده أرقام المباراة فيه أرقام مصطفى شوبير مصطفى شوبيرلي تاني مباراة على التوالي مباراة شباب بالوزداد والنهاردة يحصل على أعلى أعلى تقييم يعني فوق الـ 8.2 ده بيقولنا ده من واقع الأرقام ومن واقع التصديات خمس تصديات منهم أربعة من داخل منطقة الجزاء كان فيه تصديات عليه بشكل مباشر شلهم لمس الكرة 38 مرة التمريرات عنده النهاردة حتى كان فيه دقة إلى حد ما يعني 67% 30 تمريرة منهم 20 بشكل صحيح 67% الدقة بتاعتهم التمريرات الطولية يعني ساهم شكل كبير فيه 16 لعبة أو 6 تمريرة طولية منهم 6 فقط يعني بشكل سليم أو صحيح التقييم بتاعه النهاردة وصل لـ 8.2 وده من أعلى التقييمات في الفرقتين التاني مباراة على التوالي ده بيقولنا لا إحنا مصطفى النهاردة عمل مباراة كويسة جدا وتصدى لخمس تصديات زي ما قلنا الضغط اللي إحنا عملناه خلانا نكسب الكرة بشكل كويس جدا حنستعرض بعض الحالات بس في شوط التاني حالتين ونوضح بهم إزاي إحنا قدرنا نضغط على الفريق وناخد الكرة ولكن عايز أقول لحضراتكم إن احنا دلوقتي في دور المجموعات الأهلي يعتبر تاني أفضل فريق من ناحية التهديفية إحنا حرصنا خمس أهداف يعتبر في الخمس مباراة وده أقل رقم أو معدل تهديف للأهلي في مثلا في دور المجموعات فقط طبعا حسابينا طبعا أسك من موزة الإيفواري يجاب سبع أهداف وعايز أقول لحضراتك يا كابتن أيمن إحنا أكتر فريق خلق فرص محققة في دور المجموعات بخمستاشر فرصة محققة خمستاشر فرصة محققة في الخمس مباراة يعني بمعدل ثلاث فرص محققة كان ممكن تحرص منها أهداف وعندنا ثلاث كرات في العرضة يعني شكل الهجومي لنادل أهلي من ناحية صناعة الفرص وإضاعاتها أيضا هو الفريق الأفضل يعني دي في الديئة 47 زي كنت بقول لحضراتكم معبدات الشوت التاني خلاص بدأنا نعرف إحنا عارفين نقطة ضعف الفريق هنا يعني كان فيه ضغط مكسف أو ضغط سنائي على حامل كرة هنا اللاب الباك رايت بتاع ميدياما وفعن خسر الكرة وإحنا كسبنا الكرة دي تتلعبت على الـ 18 لإمام لو نفتكر إمام طبعا عدل وشاطها يعني كانت برة الثلاث خشبات هنا يا كابتن أيو ده أول مثال حتى بعدها برضو في الديئة يعني 52-53 أعتقد في آخر 58 بالضبط كان فيه برضو ضغط بنفس الشكل من ناحية اليمين عندهم كان هنا فيه نقطة ضعف كبيرة جدا قدرنا نحن نستخلص ونسترجع كرة بسرعة جدا ونترجمة لفرصة أو يعني خطورة على مرمى ميديامة للأسف لو كان فيه سرعة وتركيز أو دقة أكتر كان ممكن نسجل أكتر من هدف من هذا يعني من هذه الضغط الشرس اللي كنا دايما شايفينه أعتقد لو كان ده بدأنا بالشغط الأول ولكن احنا عارفين الظروف المحيطة اللي احنا تعرضنا لها ولكن أنا منتكلم إن أهم النقطة إيجابية إن احنا فزنا تلت نقاط يعني بنسبة تسعين في المئة تقريبا أو أكتر شوية يعني ضمنا الصعود أول أو تاني مباراة غدلا طبعا شباب لزداد وينج أفريكان ستحدد حاجات كتيرة ولكن أعتقد بدأ فيه ارتياحية شوية ويعني نخرج بس من دول مجمعات أعتقد يعتبر حسننا بشكل كبير بنسبة كبيرة بنسبة كبيرة وبدأ يكون في ارتياحية مقارنة بالأعوام السابقة كان فيه شوية لحد آخر لحظة فيه منافسة وكان لسه بس فيه ناس كثير كان بيتفائل إن إحنا ناخد المركز التاني فبيقول لك إن هناخد بطولة طبعا ما لقاش علاقة طبعا ما لقاش علاقة طبعا ولكن إحنا ماشيين بشكل كويس جدا عندنا النسب التهديفية معدات التهديفية تبقى للأرقام محتاجين إن إحنا نشتغل عليها بشكل أفضل لإكتناس الفرص من كمية الكوروكينيات والعرضيات وحتى لسروق حتى بنعمل فرص أو تمريرات للفاينال سيرد أو التلت النهائي عند الخصم بشكل كبير جدا يعني نتمنى إن إحنا نشتغل عليها بشكل أفضل ونكون دايما يعني أعتقد كمان من ضمن الأرقام إن النهاردة أعتقد إن لم تخني الزكرة أول فوز للنادي الأهلي في الأراضي الغنية صحيح يعني كان في يعني يقال كوتوكو في لا واحد واحد كان تعادل كابتن محمود خديب 82 كان واحد واحد اللي الأهلي خاد فيه البطولة الأفريقية بتهالي كابتن شريف كان متواجد متواجد بس ما حضرتش مباراة أنا حضرت البطولة دي كلها بس الحادثة بقى وقدرت شرعب الفاينال وده كان رد مستر مارسل كولر بارح أنا بوصش للتاريخ بشكل جيد ويهمنا طبعا نحن نركز على المباراة والهدف الأسمن نحن حققنا الفوز والتلات نقاط النهار صحيح مشكرا شكرا جزيلا عام محمد ودايما كده إن شاء الله يعني معنا في النصرات الأهلي بإذن الله أمين يا ربه دايما نحق ألقاب من معناد الأهلي بإذن الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا